مجلس تشريعي واحد يعقد اجتماعين في مدينتين مختلفتين ما قد يشير إلى انقسامات داخل المجلس التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ففي بنغازي عقد نواب ليبيون جلسة طارئة بحضور رئيس المجلس عقيل صالح وعشرة أعضاء آخرين لبحث تطورات الأوضاع الراهنة على السحة الليبية وشدد صالح في كلماته خلال الجلسة على أن قرارات مجلس النواب لا يمكن أن تصدر إلا من مدينة بنغازي من جانبه طالب النائب إبراهيم الدرسي خلال مشاركته بالجلسة بضرورة الالتفاف وراء مبادرة رئيس مجلس النواب لحقن دماء المواطنين أما في غادامس فيعقد عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي جلسات تشاورية قبل عقد جلستهم الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة وركزت اللقاءات التشاورية حول تعديل اللائحة الداخلية ومناقشة مقر مجلس النواب الليبي المؤقت لحين العودة إلى المقر الدستوري وإعادة انتخاب رئاسة البرلمان واللجان الفنية بالإضافة إلى متابعة مخرجات الحوار الليبي يأتي هذا بينما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المهجوب إن تركيا تحاول عبر دعم الإرهاب عرقلة كافة الجهود السياسية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر